اسقط في يد ماكرون فتقلب يمينا ويسارا بحثا عن مخرج من مأزق ظنه ورقة انتخابية فانقلب عليه أصوات فرنسية عقلت معنى قوات مقاطعة الشعوب المسلمة للمنتجات الفرنسية فألقت باللائمة على ماكرون حاول الخروج من مأزقه فاختار المنابر العربية ليشرح موقفه من الإسلام ويصطاد في ماء المصطلحات ما ينجيه من الأزمة باتجاه حاول ماكرون ذلك وباتجاه معاكس أراد صب الزيت على النار عبر حشد أوروبا كلها لتشكيل جبهة تشرعن الإساءة للإسلام تحت مسمى حرية التعبير ومن ألمانيا جاءت تداعيات الدعوة الماكرونية مؤتمر لتأطير الإسلام ووضع ضوابط له وتحديد ألفاظه بما يتناسب مع العقلية المعادية لحرية الاعتقاد المدعى في أوروبا مؤتمر الإسلام في ألمانيا هذا العام يركز على مسألة الآئمة في المساجد واللغة المستخدمة خلال إلقاء الخطب الدينية ومما لا شك فيه فسيترتب على هذا المؤتمر حملات تضييق وملاحقة لكل ما هو خارج إطار الإسلام المحدد بأبعاده الألمانية وعلى خطى فرنسا حمل مسؤولون نمساويون راية معادات الإسلام المستشار النمساوي سباستيان كورتيس قال بصراحة إن أوروبا مدعوة لمحاربة ما سماه الإسلام السياسي لافتا إلى أن تياراته بحسب زعمه تحدد الحرية في أوروبا ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مكافحة ما سماه الإسلام السياسي معتبرا أنه يشكل خطرا على ما اعتبره نموذج العيش الأوروبي الدعوات الكلامية لمناهضة الإسلام ترجمت إلى واقع حيث داهمت شرطة النمساوية أكثر من ستين منزلا على خلفية أوامر بتوقيف نحو ثلاثين شخصا في الضفة المقابلة رأت منظمات إسلامية أن توجه بعض الجهات الأوروبية ضد الإسلام لا ينبع من إيمان حقيقي بحرية التعبير ولا يفسر إلا بمواقف مبنية على عداء للقيم النبيلة التي أصلها الإسلام وحمل رايتها